اهلا بكم في برنامج اية في حكاية اية اليوم من صفر الامثال صح 28 اية 20 الرجل الامين كثير البركات والمستعجل الى الغنى لا يبرأ مش معنى الاية دي ان الكتاب المقدس بمش عاوز الناس بتسعى انها يبقى عندها مديات وممتلكات والانسان ما يبقاش عنده سعي برضو ان هو يعيش حياة كويسة او انسان ما يبقاش غني لا طبعا لان احنا عندنا في كتاب مقدس في العهدين فيه اغنية كتير كانوا ابرار وكانوا صالحين طبعا اشاروا مثلا يوسف الرامي اللي هو اتبرع بالقبر بتاعه للمسيح له المجد وشفنا مثلا برضو مثال زكا العشار وفي تاريخ الكنيسة زي ابراهيم الجهري وناس كتير قوي كانوا عاشوا اغنياء وفي نفس الوقت كانوا عاشوا حياة نقية مقدسة مع ربنا لكن هنا التحذير من المستعجل الى الغنى لا يبرع يعني الانسان اللي هدفه بس الفلوس وعشان كابت كده بيستعجل ان هو يحاول يعمل اي حاجة عشان يوصل يبقى عنده فلوس كتير قوي لكن ايه الحاجات الحاجة الكويسة بقى ده نص الاي الاولاني الرجل الامين كثير البركات يعني الامانة الاكتهاد الطموح مع التعب والاسرار والكفاح بامانة هو ده اللي ممكن يوصل تلقائيا للغنى في نفس الوقت بطريقة مقدسة وبطريقة نقية في ناس كتير اجتهدت في حياتها واشتغلت جامد وتعبت وحتى لو فشلت فوقات كتبت تقوم تاني وتسعى باجتهاد وتشوف اخطأة فينه وتصلحها فالناس في الاخر نتيجة الامانة بتاعتهم والاجتهاد الحلو بتاعهم ربنا بيبارك في حياتهم وبيبارك في امتلاكاتهم وبيعيشوا اغنياء لكن في نفس الوقت في اعمال صالحة لكن الفكرة بقى لو انسان عاوز يبقى غاني باي طريقة فطبعا ممكن السبب يكون بيقارن نفسه بناس تاني عاوز يبقى زي حد تاني او احسن من حد تاني اوقات الانسان يقبل اي عمل لمجرد انه بيجيب مبلغ كبير او اراد كبير فبالتالي بتبقى صعبة انه هو ممكن حاجة حتى مش بيحبها او على حساب مبادئه المسيحية بالتالي كمان بتخليه اثناء شغله ممكن ما يبقاش امين يتساهل في امور معينة لاجل حصول على مديات اكتر فعشان كده الكتاب بيقول المستعجل الى الغنى لا يبرأ معلم دابولوس في رسالة الاولى لتلميزه تمثاوس صح 6 من اية 9-19 اتكلم كتير اوبيع عن الموضوع ده قال اما لذين يريدون ان يكونوا اغنياء هنا اللي عاوز يبقى غني بالطريقة الغلط يعني السريعة بصرف النظر عن الطريقة وعن المبادئ الناس دي بيحصل معها اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء في اية 9 فاسقطونا في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لان محبة المال ما قالش هنا المال بقى المحبة المال اصله كل الشرور الذي اذا ابتغاه قوموا انضلوا عن الامان وطعنوا انفسهم بأوجاع كثيرة طب ايه الوصية بتاعتك قديس بولوس الاغنياء بقى اخر ايتين من اية 17-19 بولوس الاغنياء ان لا يستجبروا ما يكونش فيه كبرياء لا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى ان يكونوا اسخياء في العطاء ان يكونوا كرماء في التوزيع ان يدخلوا لانفسهم اساسا حسن المستقبل يعني الانسان الغني الحلو هو الانسان اللي هو مش حاطط رجائه في الفلوس حاطط كل رجائه على ربنا مش حاطط رجائه على غير يقينية الغنى الغنى ده ممكن في اي لحظة يروح ان شوفنا دوقتي حاجات في العالم تحصل او بيئة او حاجات ممكن تضيع كل حاجة في لحظة او في يوم هنا الانسان اتكاله الكامل على ربنا وفي نفس الوقت عنده حب العطاء انسان ساخي جدا في العطاء فده كمان بيبين ان هو عايش حياة نقية مقدسة فعشان كده بيقول لنا كتاب خد بالك عاوز تبقى غاني صح يبقى تكون امين في حياتك في شغلك في طموحك مكتهد بطريقة مقدسة لان الرجل الامين كثير البركات والمستعجل الى الغنى لا يبرأ لإلهنا كل مكدو كرم الابد امين